السلام عليكم اليوم ان شاء الله حاولت نعمل لكم فيديو مميز يحاول نشرح فيه طبعا ان شاء الله اللي فاهمين السيارات ومتقدمين فيها هوايا فاهمين الفيديو هذا يمكن اللي على عسل يساعدهم بعض المعلومات الناقصة واللي معارفة السيارات وما لاقي احد يدي له معلومات كاملة ان شاء الله حلاقي معلومات يكفي في الفيديو هذا الفيديو اليوم حاول نتعرف على انواع وضعيات المحركات في السيارات وانواع الدفع بين دفع أمامي، دفع خلفي، دفع رباعي المحرك في الأمام، في الوسط، في الخلف ومميزات كل واحدة فيهم بصراحة أنا عملت العمل هذا وجه الله سبحانه وتعالى وماني طال المرة الوحيدة التي سأطلب منكم أجر أتمنى أنكم كل واحد ترون هذا الفيديو وحس نفسه استفاد منه يقرأ الفاتحة لقال بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ الفاتحة لأمة سيدنا محمد ليس أكثر من كده وأتمنى إن شاء الله يكوني ناسبكم هذا الفيديو وتستفيدوا منه بشيء كما نرى السيارة ستبتدى تتحرك الآن حاولنا اجتهدنا على قدر الإمكان الأنميشن أو الجرافيكس حكتها أنها تتعامل معنى بإجتهاء شخصي كما نرى السيارة ستتحرك الآن السيارة الآن عندما تتحرك بغلاك أن تتابع حاجة واحدة طبعاً ما في القيار بوكس بس نعطيكم مع العمدان اللي قدام الورا زي اللي هي تشبيه لأقرب ما تكون عن وضعية السيارة بشكل عام بدون دخول في تفاصيل صغيرة ميكانيكية كثير لا في القراءة في الديزاينينج في الجرافيكس ولا في المعلومات ولا من عند المصانع فاشتهدنا بمجهود شخصي طبعاً عندما تلاحظوا الكفرات ركزوا أن الكفرات اللون الأخضر هي الكفرات اللي بتتلقى الطاقة من المكينة فبتتحرك والكفرات هذه هتتتحرك بقدام لورا أو الأربعة كفرات تتحرك زي ما نشوف في الفيديوهات اللي جاية وكمان لاحظوا جماعة الخير الله يسلمكم عملية جنب الكفر اللي قدامه اليمين أو اللي وراء حيبين معكم نسبة مئوية هذي نسبة الويد ديستروبيوشن كم وزن السيارة بين قدام وورا فحتعرف المميزات أو العيوب بين كل نظام دفع ونظام التاني وإشاء الاستخدام الأمثل له فعلى بركة الله نبتدي عندنا المكينة قدام زي ما نحن شايفين هذي المكينة تيجي قدام تيجي إما بالطول أو بالعرض أو اللحظة أو المكينة بالعرض زي غالبية المحركات الأمام الدفع الأمامي أو بعدين تتحرك تسير بالدفع الطولي الكفرات الخضرة اللي هي بتستلم الطاقة والزي ما نحن شايفين الوزن السيارة بيكون مركز بين 63% ل 67% من وزن السيارة بيكون قدام وبين المتبقي من المية في المية اللي هي 33% ل 37% وورا هذي عملية الويد ديستروبيوشن على قد ما نحن ممتاز طبعا كلمة FWD زي ما نحطينا شرح جنبها فرونت ويل درايف دفع أمامي الدفع الأمامي هذا على قد ما نحن مميزات حلو بينفع مثلا في الخطوط المفتوحة مثلا ما يكون فيه تلج على قد ما نلوه عيب إنه هو 3-4 وزن السيارة جاي قدام وجود وزن السيارة كتير قدام لا سمح الله زاوية الكفرات هنا بتعاني هل هي وتاخد الطاقة من المحرك وتوصلها للسفلت وتمشي السيارة ولا تلف الكفرات يمين وشمال لأن هنا الكفرات صار مطلوب منها دورين على المدى الطويل عيوبة أن المساعدات الأمامية بتخرب أكتر إنه لا سمح الله إذا الواحد يتفادى الحادث زاوية انفراج الكفرات أو إنها تنفتح لبرة بيكون أضيق من الدفع الخلفي لأن الوزن كمان محمل قدام فلو سارة ضربة شديدة قدام أو لحد ما متغسطة بيطروا ينزلوا الماكينة على الجيربوكس على كل الباور ترين اللي هو الطاقة المحركة لأنه كله موجود في مكان واحد فهنا هذا التركيز طبعا مع توجهها الآن في السيارات الحديثة إنه الشاصيهات أصغر شوية فالدفع الأمامي بدي وسع للجلسين جوا السيارة أكتر من الدفع الخلفي هذا أول نوع في المحركات أو في نوع الطاقة وفي الدفع الآن بنتكلم على النوع الثاني النوع الثاني اللي هو رير ويل درايف الرير ويل درايف اللي هي الدفع الخلفي زي ما إحنا شايفين الكفرات الخضرة سارت وراء مش قدام وبان معانا ما يشبه نظام اللي هو بيأخذ العمودة القيربوكس مع الكردان أو أفعن القيربوكس مع عمودة كردان بوصل الطاقة للكفرات الخلفية هنا وزن السيارة بيكون بنخطوع من سيارات فخمة مرة لسيارات رياضية مرة فبين 50-50 تقريبا توزيع الوزن وهو الأمثل والأفضل لغاية 58% بيكون الوزن قدام فمن 50% لـ 58% يكون قدام والباقي بيكون وراء هذا إذا ما إحنا شايفين يحرك الطاقة تنطلق لورا عندنا الأول ويل درايف إذا ما إحنا شايفين كلمة AWD والـ AWD غير الفور ويل درايف ونشرحها في السلايد اللي بعده الـ AWD هذه يلاحظ أنه بتاخذ يعني دفع رباعي مستمر فكل الكفرات بتتحرك فزي ما إحنا شايفين الكفرات الأربعة صار لون أقدر وهنا الطاقة برضو كمان الوزن طبعا أنا بديكم الوزن الأقرب يعني لأنه تختلف بين سيارات لسيارات فما في معيار ثابت تختلف من سيارة رياضية لسيارة عائلية لسيارة فان لسيارة دفع رباعي لسيارة جيب لسيارة جيب وسط أو كبير أو صغير فأيشان كده أنا بديكم مدى معين بحيث نغطي كل صناعة السيارات ما تكلمنا على سيارة محددة بعينها بشكل عام فهنا برضو من 56% موزن السيارة قدام لحوالي 63% وهذا اللي هو الأفضل أنواع الدفع اللي هو بيكون السيارة ما شيف دفع رباعي طول الطريق مثال على السيارة هذي مثلا المازا السيكس ناين من يوم تلاقي كلمة All-wheel drive فبتكون بشكل ده الآن حنتكلم على السيارات الدفع الرباعي شرحنا لكم All-wheel drive الفول-wheel drive تختلف شوية إنه زي ما تشافين برضو كمان تيجي الماكينة بالطول وبالعرض زي ما انتو شافين زي ما انتو شافين في مربع أحمر هات المربع الأحمر حاجة واحدة طبعا طبعا ما هو في الواقع مربع أحمر بس ملديكم على سبيل المثال عشان تعرفوا هذي حاجة سموها transfer case العمود الكردان تين مرة للدفرنس الوراني هذي اللي هو تتحكم في عملية الدفع الرباعي لما يكون عندك في السيارة بحيث انه فيها نخلينا نسميها العلبة حقا الدبلات الدبلات هذي اللي ما تحط 4-high اللي هو أربع كفرات سرعة عالية أو أربع كفرات سرعة واطية أو كفرين من هنا يتحكم في العلبة هذي هذي تلاقوها في السيارات الجوب بالدفع الرباعي المتخصصة تلاقوها حتى في الأرمادة أو في السيكويا التركات الكبيرة كلها تأتي بنفس المبدأ بس إحنا هنا تتكلم عن المبدأ بشكل عام عشان باب توضيح الصورة والأربع كفرات زي ما شايفين تأتي لونها أخضر الآن خليتتكلم على المكاين الرائعة اللي هي أنا حب الشاصيات هذه المكاين تأتي في النص المكاين تأتي في النص هذه المكاين الرياضية وهذه المكاين الرياضية زي مثلا بورش الكيمين البوكستر زي سيارات تانية مثلا زي تيجي حينا الآن اللمبورغيني اللمبورغيني الفينتادور بس خليتكلم هنا نجيبها في خطوة تانية خليم مثلا نتكلم على السيارات اللي هي اللمبورغيني أو القلاردو اللي تيجي دفع خلفي بس المكاينة في الوسط فهذه هي زي ما تشافين الكفرات الطاقة راحة الورى والمكاينة جاي في النص عشان تدي أفضل توازن وتماسك مع الأرض في الشاصية بحيث أن الوزن جاي في النص هذه كمان تيجي بحوالي 48% قدام تقريبا برضو تتحرك وتزيد أو تقل زي ما قلنا ما هي نسب ثابتة و 52% من الوزن السيارة رايح لورى بحيث أن السيارة تكون دخلة الملف من قدام سريعة ومن وراء الوزن بيكمل في عملية الثبات وتثبيت السيارة في دخول المنعطف بسرعة والخروج منه بسرعة أعلى الآن نفس المكاينة الميد انجين بسيجي دفع رباعي إذا ما حدثين مستمر وهذه بتيجي الله يسلمكم بتكون زي اللامبورغيني لابنتدور زي البوغاتي فييرون زي السيارات السوبر الرياضية بركزوا عليها بالشكل هذا أكتر من أي سيارات الثانية أو اللامبورغيني الجديدة لأوراكان عندنا الله يسلمكم المكاينة وراء وهذه الرائعة البورش 911 وهذه تيجي مثلا المكاينة وراء مع الكفرات وراء أخضر هذي تكون عندنا زي البورش 11 دفع خلفي أو لوتوس الإيفورا أكتر سيارتين أنا شايفهم بالشكل هذا وتيجي كمان نفس الشي المكاينة خلف وصير دفع باعي زي البورش 11 ثاني مراء الكاريرا 4 ختاما أرجو إن شاء الله العمل يعني هذا يكون نفعكم وحب إن شاء الله سنحاول أن تزود بعض الفيديوهات التي هي تثقيفية تعليمية هذه لا تنسونا من دعاكم وأشكر الأخت مصممة الفيديو هذا تعبت معي أبل مصممته شكرا لها وشكرا لكل من تعب في العمل هذا لا تنسونا ما طلب منكم طلب هو طلب الوحيد قلونا الفاتحة لأمة سيدة محمد ولي قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم وشكرا لكم وكل عام أنتم بخير وإن شاء الله أمة سيدة محمد من خير لخير ومن حسن لأحسن شكرا لكم